السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن فاكهة الزيتون شجرة الزيتون تعطي فاكهة مرة هذه الفاكهة قوتها هو الماداق المر وهي مادة الأولوروبين وهي جزئة كابحة للسرطان وهي التي تحفظ القلب الشرايين وهي مسكنة للألم صالحة للقولون والمعيدة ثم هشاشة العظام ممكن أن يخمر الناس الزيتون في المنزل لكن لا يستهلك الزيتون الذي يقع في الأسواق الزيتون فيه ألياف بكتيدات وألياف زيتون جيدة وقوية للبروبايوتيك فهي تغذي البكتيريا الصديقة وفيها المواد المضادة للأكسادة والمواد التابعة والبوليفينولات وزيتون فيه زيت وزيت زيتون فيه حمد الأوليك وهو يحفظ القلب الشرايين ويحفظ الجسم وهو ضروري للجسم وهو جيد للبكتيريا الصادقة في القولون ليس هناك مادة غدائية أقوى من الزيتون لكن كما قلنا الزيتون الذي يباع في الأسواق فهو يضرب بالصودة والصودة محلول خطير يشكل خطر على صحة الناس حبوب الزيتون لديها شكل وحجم المبيض عند المرأة لأن فيها الفيتستروجينات التي تسوي الهرمونات عند النساء أن يخمر الزيتون بماء وملح وأن لا يكون الملح بتركيز عالي ويغير الماء ليزيل هذه المادة المرأة التي توجد في الزيتون لكن مع الأسف ستضيع قوة الزيتون لأن المادة المرأة هي قوة الزيتون الزيتون يؤكل من الشجرة مباشرة بعد غسله لمن يقدر عليه وزيت الزيتون من الأحسن أن يؤكل وأن لا يشرب أن يكون زيت الزيتون مع شربة خضره ومع حسى وأن لا يشرب لوحده لأنه يفرز إفرازات على مستوى المرارة فيحيث الشخص بغاثيان جميع الأشياء ممكن أن يضاف لها زيت الزيتون يضاف لعاصر الخضر والفواكه والزيتون نستهلكه من أجل الألياف ومن أجل الدهون ومن أجل المواد تابغة والمضادات للأكسادة وهي تغذي البكتيريا الصديقة الزيتون فيه زيت يعطي طاقة والألياف تغذي البكتيريا الصديقة قوة الزيتون هي فيما ذاق المر كذلك نتكلم عن زيت الزيتون فأعلى جودة لزيت الزيتون هي أنه لما يضحن الزيتون مباشرة بعد جنيه من الشجرة والزيتون الذي يضحن في شهر أكتوبر أعلى جودة من الزيت الذي يضحن في شهر نوفمبر وديستمبر وزيت الزيتون فيه البوليفينولات والمواد دابغة المضادة للأكسادة وهي المواد التي تحفظ الجسم من الأمراض جميع الأمراض لأنها تتصدى للجوذور الحرة والجوذور الحرة هي التي تخرب الأعضاء خلال الجسم الزيت في حمد الأوليك وحمد الأوليك هو ما ينقصه في التغذية الحديثة لأن التغذية الحديثة مع الأسف ليس فيها حمد أوميغا 3 وليس فيها حمد الأوليك الناس يستهلكون الزيوت الصناعية زيوت المائدة في الطبخ وفي القلي فالزيوت الصناعية متهمة في أمراض القلب والشرايين والغدة الدراقية ومتهمة في جميع الأمراض ممكن أن يضاف زيت الزيتون لجميع الأطباق يضاف كذلك لصلاة الخضر ويجب أن تكون صلاة الخضر طازجة من الخضر الطازجة وليس من الخضر المسلوقة وكما قلنا أن يصب عليها زيت الزيتون وتستهلك مع زيت الزيتون لأن الخضر الطازجة فيها أنظيمات وألياف وأملح وفيطامينات فممنوع الطبخ بزيوت المائدة وأن يستهلك زيت الزيتون بكمية جيدة زيت الزيتون يكبح الأمراض المناعية الداتية والأمراض المناعية الحل وحيد هو تغيير نمط العيش إلى نمط طبيعي وترك جميع المواد المصنعة من مقليات وحلويات ومشروبات غازية وكعكات كلما كان حمد الأوليك وحمد الأوميغا 3 مرتفع في الجسم فلا يصاب جهاز دموي زيت الزيتون تغدي البكتيريا الصديقة على مستوى القولون وزيوت المائدة فيها مواد مصرطينة زيت الزيتون يؤكل كما قلنا ولا يشرب وزيت الزيتون التي عندما يتناولها الناس يحسون أنها تحرق في الحلق فهذه الزيت بجودة عالية كذلك فزيت الزيتون تكبح الألم وتكبح الخلايا السرطانية وتحبيث الكوليستيرول الخبيث ثم لا تترك الهوموسيستين تتراكم في الشرايين وتسوي الهرمونات عند النساء زيت الزيتون تتبت الكالسيوم على مستوى العظام لأن فيها فوسفور الكمية التي يجب أن يتناولها الناس من زيت الزيتون 3 إلى 4 لتر في الشهر للشخص الواحد فأن يشتري الناس الزيتون هكذا حبوب وأن يقوموا بطحنه أن يطحن أمام عيونهم ليتفادوا الغش في زيت الزيتون كذلك نتكلم عن أوراق شجرة الزيتون فكما رأينا المواد بغور مضاردة الأكساد الموجودة في زيت الزيتون قلنا أنها هي التي تمتص الجذور الحرة من الجسم وتحفظ الجسم من الأمراض ومادات الأولو أوروبين توجد بتركيز كبير في أوراق الزيتون الجذور الحرة هي التي تخرب الأعضاء في الجسم أوراق الزيتون كذلك تحفظ الجسم من الزهايمر وأوراق الزيتون تحفظ الجهاز العصابي وتخفض من ارتفاع الضغط وتحفظ من أمراض القلب والشرايين أمراض القلب والشرايين هي تأكسودات داخل الشرايين فشرب أوراق الزيتون فهو يريح الشرايين ويكبح تجمع الهوموسيستين داخل الشرايين ولا يترك الكوليستير والخبيت يتأكسد ويخرب الجسم وأوراق وشراب أوراق الزيتون يسوي السكر من النوع الثاني وهو يحفظ الجسم من الكمية الزائدة من الأنسولين الذين إفراط في الأنسولين فهو يكبحه وهو يسوي الهرمونات عند النساء أوراق شجرة الزيتون هي تكبح المفاعلات الخبيثة في الجسم وأوراق الزيتون على شكل شاي وتكون دائما تستهلك دائما وممكن أن تستهلك يوميا ودائما وهي آمنة وليس فيها أي سمومية وهو يمنع تأكل الغازات في الأمعاء لأنه يحفظ البكتيريا الصديقة ويكبح الخمائر الموجودة في الأمعاء وأوراق الزيتون تقهر الفيروسات هناك مكونات حمد الإيلونوليك الذي يستخرج يباع على شكل كابسولات وهو يستخرج من أوراق الزيتون وهذا يحفظ الشرائين من جميع التأكسودات الداخلية والتخريبات وهو كذلك يخفض ارتفاع الضغط ليس هناك نبات على وجه الأرض بالنسبة لأرتفاع الضغط والسكري من النوع الثاني أقوى من أوراق الزيتون لكن أن يكون أن تكون هذه الأشياء مع نظام غدائي مضبوط بدون لحوم وبدون دواجين وبدون ملح وبدون مسكويتات ومشروبات غازية ثم القيام بالرياضة والحركة والمشي ثم تناول شاي أوراق الزيتون أوراق الزيتون تكبح الخلية السرطانية بشكل رهيب جدا وتوقف السرطان وتحفظ الجسم من تحول الخلايا العادية إلى خلايا سرطانية الأشخاص المصابين بالسرطان ممكن أن يتوقف هذا السرطان وأن يتأخر نمو هذه التورومات السرطانية هذه الأوراق التي تباع الآن على شكل كبسولات وهي فيها قوة مضادة للأكسادة فهذه المكملات التي تباع فهي مكملات قوية وهي مستخرجة كما قلنا من أوراق شجرة الزيتون ممكن أن يجفف الناس أوراق شجرة الزيتون هذه الأوراق من الأحسن أن تأخذ من البوادي تكون بعيدة عن التلوت وأن تغسل جيدا وتيبس في الضل وممكن أن تستهلك هكذا يابسة طول سنة هناك كبسولات أوراق الزيتون تصنع في المغرب وليس فيها مبيدات ولا سامد وهي بجودة عالية مكمل من أقوى المكملات وهي يجب أن يصفها الطبيب للذين الذين هم ارتفاع الضغط لأنها تنفع الناس وأصحاب ارتفاع الضغط من الأشياء التي لا ينتبه لها الناس ممكن أن يصاب الشخص بشالل ارتفاع الضغط فهو من الأشياء التي لا ينتبه لها الناس فممكن أن يصاب الشخص بشالل نصف أو جلطة دماغية فأن يستهلك الناس أوراق الزيتون وأن يكون حاضر دائما معهم في المشروبات الساخنة التي يجب أن يتناولها في اليوم ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا